موسيقى منذ بداية عام 2017 والمجلس المحلي لمدينة قباسين قد أخذ على عاتقه مسؤولية تطوير المدينة والمضي قدماً نحو الأمام سعياً منه لتقديم الخدمات اللازمة لأهالي المدينة بدءاً من تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي من تأهيل لشبكة المياه وإنشاء محطات جديدة للمياه في المدينة وتوسعة شبكات الصرف الصحي واستبدال الخطوط القديمة منها موسيقى كما عمل المجلس المحلي على تجديد الطرقات العامة والفرعية ومن آخر مشاريعه في هذا المجال تزفيت طريق المحلق الغربي موسيقى ومن أعماله التي تستحق الثناء أيضاً قيامه بترميم المدارس في المدينة وريفها وبناء مدرستين في المدينة وأربع مدارس في الريف موسيقى لا يزال المجلس المحلي في مدينة قباسين يعمل على تقديم عديد من الخدمات لأهالي مدينة قباسين منذ مطلع العام 2017 حيث قمنا بتأهيل شبكة المياه ضمن مدينة قباسين وإنشاء محطات مياه في مدينة قباسين كما قمنا بتنفيذ عديد من مشاريع المياه والصرف الصحي مشاريع الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحية كتوسعة واستبدال الخطوط القديمة ونعمل الآن على تسفيت طريق المحلق الغربي قمنا سابقاً بتسفيت الشارع الرئيسي في مدينة قباسين بطول 2500 متر تم رصف العديد من الطرق في الانترلوك ثلاثة طرق رئيسية في مدينة قباسين يقوم المجلس المحلي الآن أيضاً برصف طريق الرئيسي شارع عبد القادر الصالح بطول 1200 متر قام المجلس المحلي بترميم العديد من المدارس ضمن مدينة قباسين وريفها وبناء مدرستين في مدينة قباسين وحوالي أبع مدارس في ريف مدينة قباسين قام المجلس المحلي بتجهيز حديقة المدخل في مدينة قباسين بمساحة 2500 متر بالأجار والألعاب والسور والمواد التجميلية الأخرى والآن يقوم على تجهيز الحديقة المركزية ضمن مدينة قباسين بحوالي مساحة 8000 متر مربع بالأرصف والممرات والإنارة وتشجيلها وتقديم الألعاب فيها ولا يزال هناك احتياج كبير ضمن مدينة قباسين في جميع القطاعات المياه والصرف الصحي من أهم القطاعات التي يعمل المجلس المحلي على تأمين أعمال إضافي لها بحيث يستكمل مشاريعها ضمن مدينة قباسين وقرى مدينة قباسين أما بالنسبة للطرق فالاحتياج أكبر بكثير فجميع قرى قباسين تحتاج إلى إعادة أهيل طرقها وكذلك ضمن مدينة قباسين فالمجلس المحلي في مدينة قباسين لا يزال يعمل على تأمين احتياجاته في استكمال رصف الطرق ومن أعماله التي لا نستطيع تجاهلها أو نيسيانها هو افتتاح فرن قباسين حيث تم الافتتاح بحضور وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة ورئيس المجلس المحلي وعدد من أعضاء ومدراء المجلس المحلي وإذا ما تكلمنا عن إنجازات المجلس فلم يقتصر عمله على المجالات المعمارية بل امتد إلى جانب الرياضة حيث ساهم المجلس في نجاح الكثير من الأنشطة الرياضية كبطولة الكاراتي التي أقامها المجلس بالتعاون مع جمعية الفرات والتي أقيمت في مركز الأم حليمة لرعاية الأيتام بمدينة قباسين والتي حملت على عاتقها إدخال السعادة إلى قلوب الأيتام وحملت اسم الشهيد خضر الأحمد كما أقام المجلس بالتعاون مع مديرية الرياضة بالمدينة البطولة الثانية للقوى البدنية وذلك بمشاركة اللاعبين من جميع الأوزان بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذين يعانون من إصابة حرب بالرغم من كل هذه الجهود المبذولة إلا أن الطريق طويل وشاق فما زالت الكثير من الطرقات الواصلة بين المدينة والقرى المجاورة بحاجة إلى ترميم ورصف وتطوير ولكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وها هو المجلس يبذل قصار جهده لإبداء المدينة بأبها حلة كاميرا الفرات تأخذكم في هذا التقرير بجولة داخل مدينة قباسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر